أهلا بكم التباعد الاجتماعي مر الطبيب بالمرهم ولدانة ونجذع زين يا ناس لتحشر ولدانة النفس نفسي وأقدر أعففها واطحن الصبر في كفي وسففها ورمتني على الأندال لحلفها أحلف يمينين لتحشر ولدانة ده موال شعبي مصري واضح جدا فيه إن الشاعر الشعبي فخور بنفسه وعزت نفسه بيقول لتحشر ولدانة ما قالنا النهاردة عن الحشري الحقيقة إن فينا خصالك يا شرقيين غريبة جدا ومؤلمة جدا من الخصال دي الحشرية أكيد دي الجران أو أصحاب حشريين جدا وبيدون نفسهم مساحات في حياتك ما تعرفش أخدوها إزاي ومنين وليه والحشري شخص عجيب جدا وحتى لو مش في قريبك حد حشري تعال أنا أقول لك بقى عمرك قعدت في المترو أو في وسيلة مواصلات وفتحت جورنال أو مجلة ولقيت اللي جنبك ضارب عينيه في الجورنال اللي في إيدك ورح سارح جدا وبدأ يقرأ لدرجة إنك أنت تبقى عايز تقلب الصفحة ما أنتش قادر طب عمرك فتحتي موبايل ولقيت اللي جنبك بح تضرب عنها في الموبايل وكأنها لسه بيع عليك الموبايل وبتتفرج عليه معاكي مؤكد حصل لك الموقف ده أو حصل لك الموقف ده أو مثلا تبقى في قتويس وتلاقي اللي جنبك بدأ معاك حوار عجيب جدا أنت منين ابني مين في البلد أبوك يبقى مين متجوز عندك عيال أو لو سيت تقول أنت حامل في بلدنا اسم الشرطة كان ولا زال على ترعة الإبراهيمية والترعة دي كان لها صور وكان طبيعي أنك تلاقي الناس اللي لها حد محجوز في الإسم يبقوا عادين على صور الترعة عشان يبقوا قريبين من الناس المحجوزين جوه الإسم وهنا بقى يعدي واحد من الحشريين دول ويبتدي يشد كلام أو يلفت نظره الشخص اللي قاعد ويبدأ المشهد كالتالي ليه الخارجي ترعة الإبراهيمية الشخص الحشري يعدي سامو عليكم يرد اللي قاعد على الصور وعليكم السلام بحزن كده وكسرة الشخص اللي عادة بقى يحس إن فيه وليمة بقى خير إيه اللي معدك هنا ولا حاجة قد نجاعدة شمها وعشان الحشري يفك عقدة لسان اللي قاعد يجي مطلع السجارة وعزم على صاحبنا بيها صاحبنا اللي قاعد يجي واخد السجارة وبعد ما كان مش عايز يتكلم يبدأ في سرد قصة مؤلمة جدا أبدا يا سيدي الوادي ابني جاعد يلعب مع ابن أبو سلامة الاتنين تخانجوا مع بعض الوادي ده ميسك في ده ده شتم ده راح ابني مطلع مطوى وغرزوا بالمطوى في جنبه جات الأسعاف خيرت الوادي مخلص وابني خدوا على البوليس واخدوا الكل كليلة يكتشف أو نكتشف إن صاحبنا اللي قاعد داخل جوه قصة تراجدية لمجد المهم إن صاحبنا الحشري اللي كان بيسأل بعد ما يعرف القصة بتفاصيلها ويجبع فضوله يبتدي بقى يدور على كلمتين عشان ينسحب من الموقف فيقول له ما عليش كل عائل بتلعب مع بعض تبتشغلش بقى لك ربك هيفراجها وياخد بعض ويمشي ومرتاح لأنه أجبع فضوله المراضي النموذج ده للأسف حضرات موجود بكسرة داخل مجتمعتنا خاصة على فكرة بين الستات تلاقي الست من دول داخل عندكم هتموت وتعرف كل تفاصيل يومكم وإحنا صغيرين كان طبيعي جدا يحصل المشهد ده تلاقي قريبة لنا أو جارة لنا وإنت بتجري تقول لك خد يا وعد أمك تبخى النهاردة عمك جاه أختك جاه لعريس أمك بتولد عمك هنا أو تلاقي ست تقول لست تانية جبت الخير بك الكوسة جبتها من ايه يو ده غالية عندكم عيش ما عندكمش قطر زيت ما لقش عندكم فصين توم أنتو طبخين ولا إيه؟ أنتو عندكم ضيوف أسئلة بقى من دي بنت جالة عريس واخد أسئلة شخصية من دي تخليك تطلع من أدومك العادي الحقيقة إنهم بيدربوا العيال وهم صغرين على إنهم يبقوا عشرين لما يجيبوا وقت كده ويسألوه لما دخلت يا بيت فلان أبو فلان كان في أحد هناك كانوا كم واحد شكلهم كان عامل إزاي؟ كانوا لابسين إيه؟ ما سألتش ظلمين ولو العيل ما جاوبش يعتبروه خايب وعبيت وبالتالي بقى الوقت يبتدي يتعلم إنه لما يخش بيت فلان أبو فلان أو أي بيت فلان أبو فلان يبتدي ياخد باله من كل التفاصيل بيأكل إيه وبيشرب إيه أمه كتلابس إيه؟ عشان لو سألوه قريبه ما يبقاش خايب وعبيت الحشري إنسان مريض بيدن نفسه مساحات في العلاقات بدراعه كده بيدخل فشؤون الناس لإشباع فضوله المرضي وبس طبعا بيحط ماسك كده أو يفطى إنه جاي عشان التعاطف الوجداني بس دي مش حقيقة وجاي لنفسه وعاديك بقى عاديك يا صديقي لما الحشري يبقى حشري وشايف نفسه فاهم وناصح وعارف تبقى سنة سهودة من أشهر الشخصيات الحشرية اللي زي دي الشخصية اللي لقى بدورها الفنان الرائع محمد شمان في فيلم سورة السنة العظيمة لما فرض نفسه على الفنان محمد نيدي وقاعد يحكي له على حوادث الطيرات واللي بيجري في الطيرات وربما يكون هو أول مرة يركب طيارة إنما قاعد دقى يديه نصايح في الجامعة كان لازم تلاقي نموذج للبنت الحشرية اللي بتحب قوي تلعب دور أم الطلبة أم زميلها أم الأصدقاء الممرضة الأم الحنون وتلاقيها تلعب دور النصحة الفهمة العقلة النطجة اللي شايفاك أهبل واهطل ومريالة وحالك مش عجبها فيها لازم تتدخل وتعدل حالك رغم إنها ممكن تكون أصغر منك في السن إنها معلمين يا حبيب وعلى فكرة كان بيبقى لها تشريح جثماني كده يعني تلاقي لها كده هي مش بتحبك ولا دخلة تحبك هي دخلة لأنها عايزة تلعب دور النصحة الحشرية اللي لازم تعدل حالك اللي هو أصلا أنت لميل ولا غيره بس هي شايفاك كده زبون فالأفراح بيكون حضور شخصية الحشري واضح جدا فتلاقيه جوة بيتكم كده وجوة المطبخ بلا أي دعوة ولا مناسبة العرب بيحكوا عن واحد من الحشرين دول إنه دخل على ناس قاعدة تاكل فقالهم ساموا عليكم وقاعد حطيده في الأكل وكل فالناس اللي على تاكل سألوه أنت تعرف حد مننا قال لهم أيوة أعرف دهو وشاور لهم على غريف الايش بعض الناس محتاجة تتعلم الحياة التباعد الاجتماعي مش بس في المسافات على الأرض لكن في الهلاقات الشخصية بعض الناس محتاجة تعرف تحافظ على حدود بينك وبينها مع اللي حواليها مش بس توقف بعيد لكن كمان في الحدود بينك وبينهم في الأسئلة والشؤون الشخصية بعض الناس بعيدة عن القصة دي الأخاصيين في الألاقات حطوا رشدتات للتعامل مع الهشاريين دول منها مثلا أنك أنت لو في مكان مفتوح غير مكانك وروحوا تتانية وسيبوا المكان ويمشي طيب و لو في مكان مقفول زي ويوتوبيس أو وسيلة موصلات قالك حط السماعات في ودانك وتخلص منه أو نبهوا بلطف لأنه بيتدخل في شؤونك الشخصية لعله وعسى يبعد عنك ويسيبك في حالك طالما لو قدامك مدكش المساحة ما تاخدهاش وتعرض نفسك للخطر أو للسخافة وتعرض نفسك عليه حاول تقلل من النصائح لأنها سخيفة وحنا بتكون جلياطة دي بعض نصائح النفسية مش نصائح أنا كلنا يا حضرات بنعاني من الشخصيات الحشرية في كل مكان في الشارع في الموصلات في الشغل في البيت وعلى السوشيال ميديا السوشيال ميديا تحديداً بتنتشر الشخصيات الحشرية اللي بتدي النفسها مساحات وبتدعي إنها فاهمة وهي إلا فاهمة ولا عارفة ومش عارفة بتقولي أصلاً وإن إيه لك معلومة مش صحيحة أو يقول حاجة مش علمية ويدعي إنه هو الراجل فاهم وبينصحك وحاناً بقى الحشرية دي بيجيب مشاكل وخلافات الغريبة إن الدين الإسلامي بيضع حدود واضحة للعلاقات الإنسانية بين الناس وبعضاء وبين الراجل وزوجته لكن إحنا بنحطم كل ده ومجتمعاتنا مليانة بالحشرين اللي بينكدوا عين عيشتنا أفتكر زمان كنت قعد على قهوة في المينيا وجاء جنبي كده راجل يعني ما يصور الحال عمدة كده يعني حاجة كده هيقيته حلوة لبس جلبية بلدي ولبسه نظيف ولبس نظارة وعمته نظيفة كده وكانت لسه والدتي متوفية من شهور قليلة وفجأة جات أعنت الراجل ده جنبي وببساطة جديدة تبتعمل إيه هنا؟ في الكلية؟ لأ خلصت بس بلم ورقي وبدأ يطرح أسئلة من نوعية أبوك يعيش؟ يعني أبوك عايش يعني فقلت له أيوة أمك موجودة؟ فقلت له الأسف لسه متوفية من شهور قال الله يرحمها ومين جاعد مع أبوك؟ قلت له والله لي يا أخت لسه ما تجوزتش عادة معاه؟ رح قال لي كده بمنتهى البساطة جوزوه جوزوه أيوه جوزوه فقلت له حضرتك تقصد مين يا حج؟ قال لي أبوك؟ جوزوه شوفوا له واحدة كده بنت ناس عياشة تدعك له ظهره ظهره والله العظيم دي الله حصل بنفس البساطة دي وبنفس الشكل الحيشة ده فحتى تخيل طبعا أبوك الله يرحمه اللي مش عارف يدعك ظهره من ساعة أمي مماتت واستغربت وهالوظيفة أمي إنك تدعك ظهر أبوك؟ استغربت جدا من الرجل ده وطريقته في الكلام ونصيحته إن أبوك يتجوز بس عشان حد يدعك له ظهره ألا إياه سيت تورع في البيت إنك تدعك ده الرجل أسر الكلام عشان ما طولش عليكم لما ترزق بواحد حيشة ليحط السماعة في هدانك وإدي له الطرشة لأنه هيحرق دمك وهيتسلى عليك لحد ما يخلص المشوار وبعدها يرميك وينزل ويشبع حكته العشري عشمان شخص عنده فضول وعشمان العشم حلو بس في حالتين العشم حلو في الحب وزي ما قال محمد فوزي لما كان بيكلم الحصان بتاع حبيبته وعايز يقول له سر وقال له ليه يا عشم وياك يا جميل انبحت بالسر تصونه مكتوب علي أحب واميل وحبيبي وحشان عيونه دي حالة من حالات العشم الحلو العشم الأحلى والعشم في ربنا عشم في ربنا وبس لكن العشم لما يبقى مع الناس ويزيد عن حده يقلب لنوع من الحشرية يبقى وباء عزيزي الحشري ألزم حدودك انتبه حياتي مسألة خاصة ممنوع الاقتراب والتصوير والكلام فيها تحياتي حياتي